أهلا وسهلا بكم لدورة تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات الإعلاميات في هذه الدورة سنرى مثلا لما العدد 12 يساوي 1100 يساوي 14 يمكن أن يساوي الحرف C ويمكن أن يساوي أيضا العدد 30 طريقنا للتعرف على ذلك سيمر عبر تعرفنا على ما نسميه بأنظمة العد في حياتنا اليومية نتعامل مع النظام العدد العشري إذا نكتبونا النظام العشري نعرف أنه يمكننا تمثيل أي عدد نوري انطلاقا من الأرقام 0 حتى 9 إذا نكتبونا 0 واحد نكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وتسعة إذا لدينا كم؟ لدينا عشرة أرقام لكن في الإعلاميات نستعمل أنظمة عدد مختلفة أو الحواسيب تعمل بأنظمة عدد مختلفة أي النظام الثنائي كما يدل على ذلك اسمه النظام الثنائي يتكون من عنصرين فقط هما الصفر والواحد إذن لدينا عنصرين فقط واعتمادا على نظام العد الثنائي هناك أنظمة أخرى مستعملة بكثرة في الإعلاميات وهي النظام الثنائي يتكون من ثمانية عناصر وهي الأرقام من الصفر حتى سبع سفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة والسبع أفوا سبع لدينا كم لدينا تمانية عناصر ولدينا أيضا نظام العد النظام الست عشر هو مكون من ستة عشر عنصرا وهي الأرقام من الصفر حتى تسع سفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع تمانية وتسع ثم الحروف A B C D E و F إذن كم لدينا ستة عشر عنصرا وسنرى أنه بتعرف على خاصية هذه الأنظمة يمكننا أن نمثل الأعداد بأي نظام خاص نريد نظام نختاره بأنفسنا هنا أكتب أنظمة خاصة مثلا لو أرد تمثيل الأعداد بالنظام الربائي يمكننا أن أمثله بأربعة عناصر فقط نظام خماسي سداسي هذا الدرس سيكون فقط لاستمتاع أو كتجربة فقط لما سنتعرف عليه من خلال تعرفين على الأنظمة هنا أضع فقط علامات استفام يمكن أن أمثل بأي نظام نريد وله ما نريد من العناصر إذن دورتنا نبدأ بالتعرف على هذه الأنظمة نبدأ بالتعرف بالضبط على النظام العشري نظام العشري نعرفه لكننا سنتعرف على تفاصيله بدقة أكثر سنحللها بدقة أكثر وانطلاقا منه سنتعرف على النظام الثنائي الثماني الثماني وإذن أنظمة أخرى النظام العشري سيكون إذن أول درس هنا في هذه الدورة بعد ذلك نمر للنظام الثماني كتعريف وخاصيات نظام الثماني أيضا كتعريف وخاصيات كذلك بالنسبة للنظام ستة عشري وليستمتاعنا تعرف على الأنظمة أخرى خاصة بعد ذلك سنمر للتحويل بين هذه الأنظمة مثلا لدي عدد في النظام العشري كيف أحوله للنظام ثنائي لدي عدد في النظام ثنائي كيف أحوله النظام العشري نتحول بين هذه الأنظمة جميعها ثم نمر بعد ذلك للعمليات الحسابية عمليات الجمع الضرب القسمة والطرح هذه العملية تعلمناها على النظام العشري ربما للبعض من ذكريات سيئة معها سنتعلمها أيضا على النظام الثنائي بطريقة مريحة بأمثلة وتمرين كتابية ستساعد الجميع على فهمها إن شاء الله لكن أعود بالنسبة للتحويل بين الأعداد لأشير أنه سنتطرق لجميع أنواع الأعداد ليس فقط الأعداد الموجبة لكن سنرى كيفية تمثيل الأعداد السالبة وأيضا الأعداد بفاصلة في النظام الثنائي الثماني والست عشري يعني تمثيل بعض الصعوبة للمبتدئين إذن كما قلت الأولا نتعرف الأنظمة ثم نمر للتحويل بينها ثم نعمل على العمليات الحسابية عليها هذه الدروس أي تنثيل الأعداد هي من أول الدروس التي يتلقاها طلبة الإعلاميات على المستوى الجامعي إذن هذه الدورة موزجها بالأساس لطلبة الإعلاميات لكن حتى المهتمون بالإعلاميات خارج مجال الدراسة يمكنهم متابعة هذه الدورة الاستفادة منها فكاستنتاجات جانبية سنتعرف على بعض المعلومات العامة المتدولة في مجال الإعلاميات مثلاً بعد أن نتعرف على النظام الثنائي سنعرف معناه وبالتالي نعرف معنا الوحدات ميجا بيت كيلو بيت جيجا بيت سنعرف معناها سنعرف لما نجد الأعداد 16, 32, 64, 28, 256, 512 لما نجدها بكثرة مثلاً في كرة شاشة وحدة التخزين لما نجد معالج منها 32 بيت أو 64 بيت كلها ستكون استنتاجات بعد تعرفنا على النظام الثنائي لكن كما قلت لا يستكون استنتاجات جانبية فقط عدفنا في الدورة هو الاعتماد على الأعداد أي تمثيل الأعداد بالأساس إذن نلتقي إن شاء الله في الدرس الأول مع النظام العشري إلى اللقاء